السلام عليكم إن شاء الله نكمل حل كتاب الانتحان على الفصل الخامس نحن في صفحة 374 رقم 32 قبل ما نبدأ الحل هننوه على بعض القوانين اللي هتنفعنا في حل المسائل نحن خدنا في الكهربية في الأول إن الطاقة عبارة عن V في I في T وإن القدرة عبارة عن V في I بس هل الباور هل الباور هو الطاقة؟ طبعا لا هي الباور I في V أما الطاقة I في V في T طب لو أنا جبت الطاقة دي وأسمتها على الزمن لو أسمتها مع الزمن الزمن هيطير مع الزمن اللي جوه الطاقة وتبقى ساعتها الباور فعلا تسويهم لإن هيبقى هيبقى V I T على T ساعتها دي يطير مع دي ويديكي قانون القدرة فعلا يبقى الباور بتساوي الطاقة على الزمن طيب إحنا درسنا الفاي L الفاي L دي عبارة عن عبد الفتونات تسقطها في زمن معين. يعني عبارة عن ان على تي. لو انا افترضت ان اللي ساقط ده فتون واحد فرضية. ساعتها هيبقى واحد على تي. يبقى الفاي اللي بتساوي واحد على تي. طيب مش احنا اقولنا ان الباور بتساوي اي على تي. يعني اي في واحد على تي. طيب ما نقدر اقول اي واشيل واحد على تي واكتب فاي اللي. معدل سقوط الفتونات. طيب في الفاي اللي. اقدر افك الطاقة دي. اتش في نيو. فاي اللي. اقدر افك الطاقة برضو لامي سي تربيع علاقة انشتاين. الاي بيساوي امي سي تربيع. يبقى امي سي تربيع. امي سي تربيع في فاي اللي. طيب ما برضو اقدر هنا اقول بتساوي اتش واحد الفاي اللي. وافك النيو لسي على لمضة. يبقى اتش في سي في ال على لمضة. ان هنستخدم القوانين دي النهاردة ونتعامل معها. يبقى احنا كتبناها الفيديو اللي فات. الباور بيساوي الطاقة في الفي ال. الطاقة عبارة عن اتش نيو في ال. عبارة عن ام سي تربيع في ال. عبارة عن اتش في سي في ال على اللمضة. طبعا دي جت من فاكة النيو. نبدأ بقى نحل الاسئلة. السؤال رقم اتنين وثلاثين عندنا شواء عضوي اصفر قدرته. معايا الباور بيساوي واحد وقت. والتردد النيو خمسة واثنين من عشرة في عشرة وثاربعة عشرة. ينعكس على السطح فان عدد الفتونات الكلية منعكس عن السطح. في الثانية الواحدة. عدد الفتونات الثانية الوحدة ده اسمه الفي ال. طيب يبا احنا عندنا الفي ال لتعرفها. عدد الفتونات بس همه حاجة اقولك ايه? في الثانية الوحدة. طيب احنا عندنا علاقة بتربط بين الباور والفاي ال والطاقة. لما احنا اتفقنا ان الباور ما هياش الطاقة لازم تتئس مع الزمن او تضير في في يبقى هي دي العلاقة اللي احنا كنا متعامل معها شوية الباور بتساوي الفايل طب انا عايزة الفايل يبقى الفايل هتساوي الباور الباور على الطاقة طيب هو هنا ايلي عن التردد يبقى الباور على اتش في نيو افك الطاقة الاتش في نيو طيب الباور قيمتها كام واحد والاتش ستة ستمية خمسة وعشرين من الف فعشرة السايل باربعة وثلاثين طيب هو تردد خمسة واثنين من عشرة فعشرة وساربعتاشر هيطلع معايا الناتج حوالي كام حوالي اتنين من تسعة من عشرة فعشرة والثمانتاشر يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى رقم جي سؤال رقم ثلاثة وثلاثين عندنا شوية عضو اي طاقة الفطونات اي سقط عموديا على سطح عاكس فان مقدار التغير في كمية التحرك كمية التغير في كمية التحرك ده معناها ان عندي كمية التحرك اولى وكمية التحرك تانية وهجيب الفرق اللي بينهم قاضي يبقى ده التغير فاحنا نقول ان كمية التحرك الاولى بقل واحد هتبقى mc طيب ولما يجي يرتد بالشعاع طبعا ايه اللي هينعكس فيه اللي هينعكس فيه الاتجاه يعني هيبقى b l2 هتبقى سالب mc تمام طيب في الحالة دي يبقى مقدار التغير هو مش عايز الاتجاه عايز المجدار. يبقى الدلتى بيه هتساوي سالب mc سالب عشان انا بجيب التغير بطرح mc. هتبقى سالب اتنين mc. بس هو طلب من المجدار التغير فاسبني من السالب. يبقى انت عندك الدلتى بيه عبارة عن اتنين mc. طيب نبص بالاختيارات هنلاقي الاختيارات بدلالة الطاقة. مش الطاقة بتساوي mc تربيع. يعني الطاقة بتساوي ام سي في سي? تمام? يبقى احنا عندنا الام سي الام سي. دي عبارة عن اي على سي. يبقى الام سي بالساوي البعيد على القريب اي عسي. هاجي هنا هقول التغير في كمية التحرك عبارة عن اتنين. الام سي هشيلها وكتب مكانها اتنين اي على السي. دي اتنين اهي? والام سي هتتشيل في كتب مكانها الاي عسي. يعني الاختيار الصحيح هيبقى الاختيار الرقم ده. سؤالة 34 يحسب معدل انبعاث الفتونات من مصدر ده ويقدرته باور وتردد الفتونات نيو من العلاقة هو عايز معدل انبعاث الفتونات يعني عايز الفاي إل طب احنا عندنا الباور ما هواش الطاقة لا هو الطاقة مضروبة في الفاي إل يبقى لسه احنا قيل لين الفاي إل عبارة عن مين على مين الباور على الطاقة وبالتالي ان انا ممكن اعتبر برضو الباور على الاتش في نيو يبقى لدلوقتي هاختار الاختيار رقمي الباور على الطاقة اللي انا فكتها لإي اتش في نيو يعني الإجابة الصحيحة تبقى رقمي سؤال 35 اي من الاشكال البيانية التالية ومثل العلاقة بين القوة التي يؤثر بها شعاع ضوئي على السطح انهكاس الشعاع عن هذا السطح والقدرة احنا عندنا قانون للكوة الاف بالساوي اتنين باور على سرعة الضوء فالعلاقة اللي بين الاف والباور علاقة ترضية وبالتالي هنختار الاختيار رقم بي ان بيوضح ان العلاقة هنا بين الاف والباور علاقة ترضية سؤال رقم 36 مصدر ليزر قدرته معي الباور عبارة عن 300 بس بالميلي عشان كده هضرف عشرة السالب 3 عشان نحول وعندي الطول الموجي قمته 6 6 2 5 بس ده انجستروم عشان كده هضرف عشرة السالب 10 فيكون عايز عدد الفتونات عايز الان عدد الفتونات المبعثة من هذا المصدر كل دقيقة طب ليه انا ما قلتش ان هو عايز الفي ال لانه لو كان قال لي عدد الفتونات في الثانية كنت قلت ان هو عايز الفي ال لكن ادام حاجة غير السانية يبه هو عايز الان هنا مش الفي ال لان ساعتها الان موجودة جوه الفي ال الفي ال هتساوي ان على الت تمام هنتعامل ازاي مع المساعدة دي اولا احنا عندنا الباور الباور لسا قيلين ان الباور ما هياش الطاقة الباور لا تساوي الطاقة لان الباور عبارة عن اي في في اما الطاقة اي في 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 ت فانت عشان تخليهم يساوي بعض اتخلص من الت اللي جوه الطاقة عندك طريقتين للتخلص من الت اللي اما تقسم على الزمن وكيف انت طيرتها او تضرب في الفي ال لان الفي ال في 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 مقام هزمن يبه هنقول ان الباور بساوي الطاقة على الزمن او نقولها بشكل تاني طاقة على الزمن يعني بساوي الطاقة في الفي ال طب الفي ال هتساوي اي بقى يبه الفي ال هتساوي بعيد على القريب الباور على الطاقة طيب الفي ال دي عبارة عن N على T وانا عايزة N وي الباور موجودة طيب الطاقة مش موجودة بس موجود الطول الموجي فانا هبك الطاقة لH هبك الطاقة لH في C على لمضة مقام المقام بسط طيب انا عايزة N يبقى لن هساوي الطرف المتصل T في الباور في اللمضة الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول على الH في C طيب نبدأ نعود T ب60 وي الباور 300 في 10 3 والطول الموجي 6 6 2 5 10 وسيسالب 10 على الH 6.6 25 في 10 وسيسالب 34 وي السي سرعة 3 في 10 وسيسالب هيطلع معايا الناتج حوالي كم هيطلع معايا 6 في 10 16 فطول يعني الإجابة الصحيحة هتبقى الاختيار رقم دال سؤال 37 سقط ضوء طول الموجي بما معايا اللمضة 6000 بس انجسترون فهضرف 10 وسالب 10 على سطح فلزي وكانت القدرة الساقطة الباور عبارة عن 39 وستة من عشر فإذا علمت أن 1% فقط من الفتونات الساقطة تحرر إلكترونات فعد الإلكترونات التي تحرر من سطح الفلزي في الثانية الواحدة بيساوي إيه؟ حسنا نقول إن الفتونات 1% سيحرر إلكتروني اللي هتحرر من يبقى أكيد اللي هيتحرر كمان 1% بمعنى إن أنا هجيب الفايل وأضربها في 1% يبقى هو ده عدد الإلكترونات المتحرر يبقى الفتونات أنا أعرف بس الفتونات اللي ساقطة طلع مثلا 2 يبقى الله هيتحرر إلكتروني طلع مثلا 5 يبقى الله هيتحرر 5 يبقى أنا هعرف عدد الإلكترونات من الفايل نفسها فأنا عندي الفايل عبارة عن الباور على الطاقة يعني الباور على الطاقة هجيب أبدالت اللمضة يبقى H في C على لمضة مقام المقام بسط تعالوا نعود الباور عندي بتسعة وتلاتين وستة من عشرة والطول الموجي ستة لاف في عشرة وسسالب عشرة على الـ H6 ستمية خمسة وعشرين من الف عشرة وسالب أربعة وثلاتين سرعة الضوء ثلاثة فعشرة وستماني هيطلع معايا الناتج واحد وتسعتاشر من مية في عشرة وسعشرين هعمل إيه؟ هضربها في واحد من مية لأن أنا بقول واحد من مية من الفتونات دي اللي هتحرر يبقى هضربها في واحد من مية هيطلع معي الناتج واحد واثنين من عشرة بالتقريب في عشرة قصة 18 يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم به السؤال 38 الرسم المقابل يوضح سطحين عكسين X و Y سقط عليهم حزمتين من الأشعة الضوئية بترددين مختلفين واحد تردد يو والآخر تنين يو كمان هتلاحظ الشدة مختلفة ولكن بنفس القدرة فأي من الأشكال التالية ومثل النسبة بين القوتين اللي بيأثروا بيهم على السطح طب تماما إحنا عايزين نشوف النسبة بين القوتين اللي على السطح ده وعلى السطح ده فإحنا عشان خاطر نعرف القوة نحاول نجيبها من القانون فالF بالساوي اتنين باور على سرعة الضوء إنت قلتلي بيأثروا بنفس القدرة وفي نفس الوقت سرعة الضوء مقدار ثابت إذن القوتين هيبقوا سابتين حتى وإن كانت فيه عوامل أخرى متغيرة ففي عوامل مؤسرة وعوامل غير مؤسرة يبقى الإجابة الصحيحة رقم G إن الاثنين هيتأثروا بنفس القوة السؤال تسعة وتلاتين محطة إذاعة تبص على موجة ترددها معاية تردد نيو عبارة عن اتنين وتسعين واربعة من عشرة بس دميجا فهدرف عشرة قس ستة فعايز طاقة الفاتول الواحد يبقى إحنا هنقول الإي بساوي إتش في نيو يبقى ستة ستمية خمسة وعشري من ألف فعشرة والسالب أربعة وتلاتين في التردد اللي هو اتنين وتسعين واربعة من عشرة فعشرة قس ستة هيتطلع معاية قيمة الطاقة اللي هو عايزها ستة واثناشر من مية فعشرة قس سالب ستة وعشرين جود يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم B طيب السؤال بعده عايز عدد الفاتونات المنبعثة في الثانية الواحدة أدام قال لي ثانية واحدة ويبقى هو كده عايز الفاي إيه يبقى الفاي إيه اللي عندي هتكون لكم الكدرة هنا مية كيلوها الفاي إيه اللي احنا قلنا إن الباور عبارة عن الطاقة في الفاي إيه اللي يبقى إحنا عايزين نجيب الفاي إيه يبقى هيساوي الباور على الطاقة اللي احنا جبناها الباور عندي في السؤال بمية قال لي مية كيلو يبقى هضرب في عشرة وستلاتة على الطاقة اللي احنا جبناها ستة واثناشر من مية فعشرة سسالب ستة وعشرين هيطلع الفاي إل بواحد بـ 63 من 100 فـ 10 و 30 يعني الإجابة الصحيحة هتكون الاختيار رقم G السؤال رقم 40 عندنا حزمة من الأشعة قدرتها 100 كيلو واط يعني الباور 100 فـ 10 و 3 عشان نحول من الكيلو فهنا عاجز عن جسم قدرته 10 كيلو جرام فعايز القوة بتأثر بها الحزمة على سطح الجسم عايز قيمة الـ F احنا عندنا قيمة الباور هاي الـ F القوة بتساوي 2 باور على سرعة الضوء وبالتالي قادي الـ 2 والباور 100 في 10 و 3 على سرعة الضوء اللي هي 3 فـ 10 و 8 كده أنا محتاجتش الكتلة في حاجة هتبقى معي الـ F عبارة عن 6 و 7 من 10 فـ 10 سالب 4 أقدر أحرك العلامة هنا يعني أخانة واحدة وأزود هنا واحد يعني تبقى 67 من 100 في 10 وسالب 3 يعني الاختيار الصحيح هيبقى الاختيار الرقم G سؤال رقم 41 حزمة من الأشعة الضوئية قدرتها معانا الباور بـ 4000 وط تنعكس على سطح منضضة فإن القوة التي تؤثر بها حزمة الضوء على المضضة عايز الـ F الـ F بساوي من 2 باور على سرعة الضوء يعني 2 في 4000 على 3 في 10 ستمانية هتطلع معانا قيمة القوة كام بـ 2 67 من 100 في 10 وسالب 5 يعني الإجابة الصحيحة رقم G السؤال بعده السؤال 42 عايز إحدى الخواص التالية لا تنطبق على الإلكترون إيه ما ينفعش ينطبق على الإلكترون له طبيعة موجية ما حتفقنا أن الطبيعة مزدوجة يعني ينفع يبقى جسيم وينفع يبقى موجة يبقى دي مزبوطة طب ليه خصائص جسيمية ليه الخصائص الاتنين الموجية والجسيمية عنديه كمان مزبوطة طيب بتزداد طاقت حركته بزيادة السرعة أيوة الكينيتك انرجي طاقت الحركة بساوي نصف mV تربيع ففي علاقة ترضية بينها وبين السرعة طيب الطول الموجي يزداد بزيادة السرعة لا هنا مش ده دي العبارة الخاطئة لأن الطول الموجي بيتناسب عكسيا مع كمية التحرك يعني لمضة بساوي H على mV ففي تناسب عكسي بين اللمضة وي السرعة فالطول الموجي المصاحب بيزداد بنقصان السرعة وليس بزيادة السرعة يبقى الاختيار اللي ما ينطبقش عليه الصفات هو الاختيار رقم G السؤال رقم 43 إذا كانت كتلة جسم متحرك m وطول الموجة المادية المصاحبة لحركته لمضة فعايز سرعة الجسيم تحسب من العلاقة طيب احنا لسه قيلين اهو ان الطول الموجي تناسب تناسبا عكسيا مع كمية التحرك يعني H على B L والB L عبارة عن m في V فأنت عايز هنا السرعة فالسرعة ممكن أسحبها مكان الطول الموجي والطول الموجي مكان السرعة فأقول V بيساوي H على M في لندة يعني الاختيار الصحيح هيبقى الاختيار رقم ألف طيب السؤال رقم 44 عند تسليط حزمة من الالكترونات على شقة مزدوج كما بالشكل يتظهر على الشاشة الفلسية إيه احنا كنت بطبق تجربة الشقة المزدوج على الضوء وكانت بتظهر بقعة مضيئة وقرأ معطمة لأن الضوء عبارة عن موجات طيب لو أنا استبدلت الضوء بإلكترونات وهي الإلكترونات جسيم هل هتسلك سلوك الموجات ودي الدين بقعة مضيئة وأخرى مظلمة ده فعلا إنه هيحصل وده الدليل على إن الإلكترون ينفع يبقى موجة وينفع يبقى جسيم يبقى الإجابة الصحيحة جيم هتظهر عدة بقعة مضيئة وأخرى معطمة السؤال رقم 45 الشكل بياني المقابل يمثل العلاقة بين طول الموجة دي براولي المصاحبة لحركة جسيم لامضة ومقلوب سرقة هذا الجسيم فعايز قتلة الجسم لما يكون عندنا رسم بياني بالشكل ده بنحاول نجيب الميل ونشوف إعلاقة الميل بالمطلوب عشان نجيب الميل صح نكتب القانون بس بشرط إلا عصادات قبل يسام إحنا عارفين إن الطول الموجة بيتناسب تناسبا عكسيا مع كمية التحرك يعني لامضة بساوي H على M في V اللي هي ال-B-L كمية التحرك تمام وبالتالي أنا أقدر أشتب على اللمضة H على M V أقدر أعملها H على M في 1 على V طيب أقدر أشتب على الصادات اللي هي اللمضة وأشتب على السينات اللي هي 1 على V مين اللي ما شاطبتش عليه H على M يبقى هو ده الميل يبقى إحنا عندنا الميل عبارة عن H على M طب أنا عايزة الكتلة أجيب الكتلة هنا والميل ما كان يبقى الكتلة بالساوي H على M يبقى أنا لو عرفت الميل هقدر أجيب الكتلة طب تعالوا نجيب الميل كده هنقول فرق الصادات على فرق السينات أو ناخد نقطة على نقطة لأنه بادئ من نقطة الأصل هنقول 10 بس ده 10 في 10 وسيسالب 20 أعلى النقطة اللي قصدها 5 بس ده 5 في 10 وسيسالب 5 يبقى 5 في 10 وسيسالب 5 هيطلع معايا قيمة الميل 2 في 10 وسيسالب 15 يبقى أنا هاجي عوض هقول الكتلة بساوي H6 625 من 1000 في 10 وسيسالب 34 على الميل اللي هو 2 في 10 وسيسالب 15 هيطلع معايا الناتج 3 و 3 من 10 في 10 وسيسالب 19 جول يعني الإجابة الصحيحة هتبقى لاختيوار رقم جين 3 و 3 من 10 في 10 وسيسالب 19 أسفة كيلو جرام إحنا بنجيب الكتلة مش بنجيب الطاقة يبقى كيلو جرام الإجابة رقم جين السؤال لرقم 46 يتحرك بروتون وإلكترون بحيث لصاحب حركة هما موجتين لهما نفس الطول الموجي فإن بقولي كتلة البروتون أكبر بكتير طبعا من كتلة الإلكترون فعايز يقارن بين طاقة الحركة ولا السرعة يعني عايز يعمل مقارنة بين اتنين طب أنا هبدأ بالمعلومة إن طول الموجي اللي هنا بيساوي طول الموجي اللي هنا يعني لمضة بروتون بيساوي لمضة إلكترون المعلومة الموجودة في السؤال هفك اللمضة لعلاقة ديباولي يعني على م بروتون في في بروتون وهنا على م في في إلكترون تمام الـ هتروح معه الـ يبقى م إلكترون في في إلكترون هتساوي م بروتون في في بروتون طيب ماشي عايزة م بروتون م بروتون على م إلكترون هتساوي الـ م بروتون على م إلكترون ما ترجعش فاضي هتساوي في إلكترون على في بروتون يبقى دي على دي هتساوي دي على دي طيب أنا عند البروتون هو الكتلة كبيرة يبقى اللقصاده كمان قيمة كبيرة يبقى في إلكترون هتبقى أسرع من في بروتون يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم جيم إن سرعة الإلكترون أكبر من سرعة البروتون السؤال 47 عندنا إلكترون كتلته M إلكترون يتحرك بسرعة V والطول الموجي للموجة المصاحبة لحركته للمضة إذا قلت سرعة الإلكترون للنص فإن الطول الموجي يحصل له إيه؟ طبعاً في علاقة عكسية تابعة علاقة ديبراولي بين الطول الموجي والسرعة لسه قايلين إن اللمضة تتناسب عكسية مع كمية التحرك يعني H على M V فلما ال V هتقل النصي طول الموجي زيد للضحف يبقى اثنين للمضة يعني الإجابة الصحيحة تبقى رقم B السؤال 48 إذا كان طول موجي ديبراولي المصاحبة لحركة جسيم كتلته M هي للمضة فعايز طاقة الحركة لجسيم ولو تلاحظوا الاختيارات بدلالة الطول الموجي حنا نتعامل إزاي؟ حنا عندنا قانون للقيينتك إنرجي لطاقة الحركة بيقول نص M V تربية يا ترى مين من مكونات طاقة الحركة تقدر ديكيب لنا الطول الموجي؟ طبعاً السرعة مش الطول الموجي بيتناسب عكسياً مع كمية التحرك يعني اللمضة بتساوي H على M في V فهنا أقدر أجيب V بدلالة اللمضة إزاي بقى هجيب V هنا واللمضة المكانها يبقى V بتساوي H على M في للمضة طب هنا مفيش V هنا في V تربيع يبقى أنا أتعامل ربع المقدار ده يبقى V تربيع هتساوي H تربيع على M تربيع للمضة تربيع يبقى أنا وجدت بديل لمربع السرعة فأنا هجي هنا أعوض أقول نص واسيب الM مكانها هستبدل V تربيع باللي أنا جبته اللي هو H تربيع على M تربيع في للمضة تربيع هنا الM هتطير مع التربيع ويبقى عندك فوق في البسط H تربيع وهنا 2M للمضة تربيع يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ده سعر رقم 49 سقط ضوء طول الموجي 4500 أنجسترون أقدر أجيب إيه من طول الموجي للضوء الساقط؟ أقدر أجيب الطاقة الطاقة بساوي H في سي على اللمضة يبقى أنا معي الطول الموجي اللي هو 4500 بس هضربه في عشرة والسالب عشرة أقدر أجيب منه طاقة الضوء الساقط فنبعث من السطح إلكترونات طاقة الحركة القصوى 2 إلكترون فولت يعني الكيميتك إنرجي 2 عشان أحول من الإلكترون فولت لجول بضرب في شحنة الإلكترون 1 و 6 من 10 في 10 وسالب 19 عايز دلة الشوار إحنا عندنا طاقة الضوء الساقط بتتجزق إلى جزئين جزئي حرر وجزئي حرك الإي وورك والكيميتك إنرجي أنت طالب مني الإي وورك دلة الشغل يبقى الإي وورك هسيبها في مكانها ودي دي إشارة مخالفة يبقى طاقة الضوء الساقط ناقص الكيميتك إنرجي طاقة الضوء الساقط هجيبها من القانون HFC على اللون ناقص الكيميتك إنرجي اللي هنجيبها من العلاقة أو الرقم اللي هو المدهولنا واللي هنحن حولناه تعالي عوض هنقول 625 من 10 وسالب 34 في سرعة الضوء اللي هي 3 في 10 و 8 على الطول الموجي اللي معانا اللي هو 4500 في 10 وسالب 10 ناقص الكيميتك إنرجي اللي هي 2 في 1 و 6 من 10 في 10 وسالب 19 هيطلع معايا الطاقة قيمتها 21 و 22 من 100 في 10 وسالب 19 جول يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم عايز الطول الموجي بالموجة المصاحبة لحركة أسرع إلكترون الطول الموجي عشان أجيبه لازم يكون عندي السرعة والسرعة عشان أجيبها سرعة الإلكترون هجيبها من مين؟ هجيبها من طاقة الضوء؟ لأ هجيبها من دالة الشوء؟ أبداً مولاً هجيب سرعة الإلكترون من أين؟ هجيب سرعة الإلكترون من طاقة حركة الإلكترون اللي اكتسبها طب، ما هو طاقة الحركة معانا؟ تمام، أنا عندي قانون اللي إحنا كنا رجعناه في ورقة القوانين الخاصة بالحديثة اللي إحنا كنا ورعتها لكم في الفيديو السابق عندنا السرعة ممكن أجيبها من طاقة الحركة إزاي؟ إثنين مقهينتك إنرجي على M إلكترون على M إلكترون يبقى احنا عندنا القانون بيقول ان السرعة الالكترون ممكن تحسب من الجزر التربيعي لاتنين قينتك انرجي على ام ال الكترون يبقى الفي بيساوي قادي لاتنين قيانتك انرجي بكم? اهي 2 و 1 و 6 من 10 ف 10 او سالة ب 19 على ام ال الكترون 9 و 1 من 10 ف 10 او سالة ب 1 30 يبقى انا كده عوضت عن الاتنين في القانون قيانتك انرجي المعانا ويه قطلة الالكترون هتطلع معي السرعة 838.63 في 10.3 طيب عايز اجيب الطول الموجي هالجأ لعلاوك الدبراولي اللي بيقولي ان اللمضة بيساوي H على M في V يقول H 6 و 625 من 1000 في 10 أس سالب 34 على M إلكترون 9 و 1 من 10 في 10 أس سالب 19 أسفع أس سالب 31 سالب 31 كتلة الإلكترون 9 و 1 من 10 في 10 أس سالب 31 في السرعة اللي احنا جبناها دهيا اللي هي 8 3 8.63 في 10 أس سالب 3 هيطلع معي قيمة السرعة كام 8 و 7 من 10 في 10 أس سالب 10 يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف سعركم 50 جسمان X و Y قتلتهما على الترتيب يعني قتلة X M و قتلة Y 2 M إحنا هنقول كده M X عبارة عن M و M Y عبارة عن 2 M ماشي والسرعة بالترتيب برضو دي كده V X و V Y يبقى V X V V X هتساوي V V Y هتبقى كام؟ هتبقى 4 V تمام المطلوب على الترتيب إذا كان طول الموجي للموجة المصاحبة لحركة الجسم X هي لمضة فإن الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركة الجسم Y عايز يعرف طول الموجي لY بدلالة لمضة X اللي هي وافترضها إنها لمضة تمام وبالتالي الـ H دي ثابتة فأنا عندي لمضة X على لمضة Y بساوي M و V بالعكس M Y V Y على M X V X يبقى قدام الـ X نكتب الـ Y و قدام الـ Y نكتب الـ X اللي إنها علاقة عكسي لمضة X اسمها لمضة لمضة Y عايزين نعرف كونتها M Y تعالوا نعوض هنا M Y 2 M V Y 4 V على M X M X M X M M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M